اهلا وسهلا فيكم من جديد وأولى محطة تسعة الصبح الصحف الشامل بات مطلب لجميع المؤسسات الإعلامية وعليها أن يتسلح بجميع أدوات المهنة لكي يحقق هذه الغاية وأن يكون صحف شامل يعني وينما تحطه بيجي واقف خلينا نتحدث بشكل مفصل حول هذا الموضوع من خلال الحديث عن مركز الشرق الأوسط للتدريب على الصحافة الحديثة ميبسي بالتعاون مع الشركة العربية لخدمات البث الإعلامي لإقامة دورة متخصصة في مجال الصحافة تحت عنوان الصحفي الشامل رح نتحدث بهذا الموضوع بشكل مفصل مع السيدة زينة حمدان وهي مدربة مشرفة في هذه الدورة أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك يعني موضوع أنه ندرب على صحفي شامل وأنه يمتلك مهارات الصحفي الكاملة من تصوير من كتابة من التحقيق بالحدث وكيفية نقل الواقع إلى الورقة وتصديرها فيما بعد لمواقع تواصل اجتماعي أو لوسائل الإعلام كافة بجميع أشكالها هذا موضوع مش سهل فمن وين أجتكم فكرة أنه لازم نصدر صحفي شامل يعني أحيانا بيحكي لك أنا بدي أكون متخصص بجزء معين بدي أكون مثلا أكتب بالكتاب الاستقصائية مثلا أو التحقيقية فكل حدا بيميل لنوع فالصحفي الشامل من وين أجت الفكرة أهلا وسهلا بكم وشكرا لكم على هذه الاستضافة مركز ميبسي هو مركز الشرق الأوسط للإعلام ودراسات السياسية مركزنا الرئيسي في واشنطن في عنا 16 فرع موجودين بكل الدول العربية ومن ضمنهم عمان الأردن طبعا نحنا بنفتخر بشراكتنا مع شركة الأي بي اس ومع قناة الأردن اليوم مع وكالة أنباء العرب 24 أيضا فكرة أنه يكون عنا دورة الصحفي الشامل بصراحة هلأ أنت بتعرف في حضرتك ستخلاص أن الدنيا فيها تطورات كثيرة في وجود صحفيين مرات بتكون في بؤر ساخنة ما في مجال ليكون فيه منتاج لحاله وتصوير لحاله والآن الموبايل كمان يعني صار فيه هناك أبليكيشنز فيك تنزلهم على الموبايل يشتغلوا شغل الأجهزة اللي كتير كبيرة وممكن شخص يشتغل على منتاج وعلى هذا كله وطلع منتاج أخير خصوصا يعني إذا دورتنا هذه المنعقدة هي دورة لـ 17 صحفي من اليمن الشقيقون أنت بتعرف فيه طبيعة المنطقة هناك فكان لازم يكون فيه تدريب لإلهم حتى أنهم يكونوا هم بيأخذوا مادتهم بيشتغلوا عليها بيمنتجوها بيطلعوها لوسيلتهم الإعلامية حتى بتكون أقوى يعني لما يكون الصحفي بيشتغل المادة من A إلى Z لما هو يرصد هو يصور الحدث هو يكتب ما شاهدوا في الصورة وهو يمنتج يقوم بمنتاج عملية المنتاج للتقرير فبكون هو أدرى وعلى دراية أكثر من لو كان تمت العملية عن طريق أكثر من شخص فإنحنا عشان نحكي أكثر بشكل مفصل عن هذه الدورة وأهميتها زملتنا أسلطرة ونقعدتنا تقرير بخصوص هذا الموضع خلينا نشوف هذا التقرير ونبعدها نكملين من البرامج أطلقها مركز الشرق الأوسط للإعلام والدراسات السياسية وكانت آخرها دورة الصحفي الشامل التي أقيمت في عمان لتدريب عشرين صحفي لتعرف على طبيعة العمل الصحفي الميداني ومفاهيم اللغة البصرية وعلاقتها بالنص هناك الكثير من ما يجب إدخاله إلى غرف الأخبار وتعزيزه من أبرز الأمور التي يجب تدريب الإعلاميين عليها هي توثيق المصادر واستخدام الصورة لاستخدام الأمثل لأن التلفزيونات أداتها الرئيسية هي الصورة هذه التقنيات بحاجة إلى تثبيتها وإلى تعليم الجيل الجديد من الصحفيين خاصة المتحولين من وسائل الإعلام المكتوبة إلى وسائل الإعلام المرئية نقل الحقيقة بكل موضوعية والتعامل بمهنية وحرفية لإنتاج مادة تحريرية وبصرية قادرة على جذب الجمهور المطلقي هذه أهم الأهداف المنتظر تحقيقها لهذا البرنامج والذي يضم دورة المراسل التلفزيوني فن التحليل السياسي والصحافة الاستقصائية عدا عن صياغة الرسائل وقيادة الحملات الإعلامية يجب أن يكون هناك تحديث للتقنيات التلفزيونية والإذاعية وأيضا التحصيل الميداني للعمل المتواصل هذه الدورة أفدتني أنا كمراسل بالكثير من المعارف التي بدأ العالم ينفتح عليها من خلال خبرة الآخرين من خلال تواصلهم مع المجتمعات الأخرى من خلال تجاربهم الميدانية هناك معارف تحصلنا عليها في هذه الدورة ستفيد أي مراسل تلفزيوني في أن يحدث مهاراته لتلقي العمل والمعارف أيضا في آن واحد طبعا نحن في اليمن تغيبا أكاديميا غير متخصصين لا سيما هذا الجروب التي أدال التدريب أكاديميا ليسوا دارسين صحافة وإنما أتين من مهن أخرى لكن بحكم الواقع اليمن يأطروا العمل في هذه المجالات لهذا مثل هذه الدورات تضيف كثير في مجال تحرير الأخبار التلفزيونية في مجال استخدام الصورة التي هي الأهم لا سيما وأنه بوجود نخبة من المدربين لكفة التي أعتدت بهم المؤسسة المسؤولة على التدريب مركز الشرق الأوسط للإعلام عادة ما يشرف على تأهيل صحفيين وإعلاميين قادرين على أن يكون أهل للميدان من خلال توفير أجواء بيئة غرف الأخبار وإعداد التقارير والتغطيات المستمرة نشكر زملتنا أسل تراون على هذا التقرير ونشكركم على جهودكم وعلى استغطابكم للشباب من كافة الدول بتحديد لما تحدثت لي عن اليمن الأشخاص المشاركين شفناهم بالتقرير من اليمن من الأشخاص المشرفين على التدريب ومن المدربين والقامات الصحفية والإعلامية الموجودة بالساحل هو الأستاذ جواد العمري إذا تحدثينا عن دوره بهذه الدورة وما القسم الذي يشغر بالإشراف على المتدربين طبعا المركز فيه وحدات كثيرة ويعتمد على استغطاب مدربين دوليين ومدربين لهم وزنهم في المجال الإعلامي وأيضا السياسي لأنه هو بيشتغل على هذه الجزئين أستاذ جواد العمري أول شيء يوجه له تحية شكرين كثير له في الأسبوع الماضي وهو تعب كثير معنا وهو عمل دورة المراسل الصحفي ومراسل التلفزيوني بتعرفيه المراسل التلفزيوني هو العين اللي بتشوف فيها والأذن اللي منسمع فيها وبنقل الحقيقة دايما للمشاهد أو المطلقي في الإعلام عمل هذه الدورة قدمها أستاذ جواد وكانت أهم محاور هذه الدورة التعرف على طبيعة العمل الصحفي الميداني ودوره وأدواته ومسؤولياته وأيضا على أسس ومبادئ الكتابة للتقرير التلفزيوني وكان فيه هناك فرصة كثير حلوة ولطيفة إنه طلعوا المتدربين ميدانيا وأخذوا لقطاتهم اللي بدهم إياها ورجعوا على الرقاعة التدريبية عملوا تقريرهم فكل واحد مشارك رح يطلع بتقرير من عمان هذا الملفت سيدتي الملفت بالموضوع إنه هو مش تنظير لأنه نعرف إحنا أغلب الدورات بيكون فيها الجانب التنظيري أكثر وهو اللي بيأدي للملل والرتابة والمحصلة ما بيستفيد المتدرب أي شيء لكن لما إحنا نخرطهم بالواقع العملي فبالمحصلة بتركز المعلومة ببالهم فالممارسة ضرورية بما أجلنا الصحفي ننتقل للجانب الإعلامي يعني أيضا ما بتم التركيز بدورتكم على الجانب الصحفي وإنما التركيز على الجانب الإعلامي وبتحديد بإشراف المدربة الإعلامية هنا الأعراج وإحنا بنعرف أنها مقدمة ومتميزة فشو الدور الملقى على عاتق هنا اليوم؟ ست هنا أصلنا مبارح بلشت دورتها كانت عن التحليل السياسي واليوم إن شاء الله مستمرة وبرضو الجميل أنه كمان في هذه الدورة دورة التحليل السياسي رح يتم التسليط على مفهوم مكونات التحليل السياسي إكساب المشاركين مهارات أساسية في التحليل السياسي ودوره وأهميته على الشاشة الجميل أيضا في هذه الدورة وإنه هناك تدريب عملي كل مشارك رح يتم تقسيم المشاركين لمجموعات وكل مجموعة رح تاخد قضية معينة ورح يتم استضافة محل السياسي فيها ويتم المحاورته أيضا فالحلو أنه هو دائما ميداني أو عملي تطبيق عملي لكل شيء بتقدم تعرفوا إحنا في الجامعات وبمدارسنا أغلب الدول العربية مش بس بالإعلام بتركز على الطلقين يعني يحفظوا ما هذه المهمة العلامة بالنهاية الصحفي أو حتى أي حدا عم بيشتغل بأي ميدان بيهمه العمل بيهمه كيف يوقف قدام الكاميرا كيف يحكي ويحاور الكاميرا كيف يشتغل على أرض الميدان في الأوقات الصعبة فهذه كل هالمهارات رح يكسبوا تسبوها من خلال هاي الدورة سيد زينة أيضا الصحفي الكبير أستاذ فيصل أبو السندس أيضا موجود معكم من خلال هذه الدورة الشاملة ولإخراج صحفي بالمحصل الشامل وهو معروف دائما بيهتم بمجال أو بيختص بمجال كسب التأييد الإعلامي فنحكي بشكل أكثر عن دور الإعلامي والصحفي فيصل أبو السندس أستاذ فيصل هو متخصص في حملات الإعلامية وكسب التأييد هو مش صحفي بس يمكن هو قريب كتير من الإعلاميين لأنه هو بقود دائما حملات إعلامية لقضايا معينة فبهمنا في هذه الدورة دورة اللي رح يقدمها أستاذ فيصل أن نعرف المشاركين كيف إذا كان في قضية معينة حابين أنهم بالأخير يوصلوا لنتائج لإلها كيف يستخدموا الإعلام بأنهم يحققوا هذا الشيء ابتداء من وضع أهداف الحملة لآلياتها لتقنيات جديدة يتعلموها في أنهم يعملوا كسب تأييد نحو قضيتهم هنا قضايا كثيرة في اليمن بحاجة فعليا أنه يشتغلوا عليها الناشطين والإعلاميين الموجودين في المنطقة الجميل بالموضوع أنه ركزنا خلال الحوار مع حضرتك على الجانب الصحفي ركزنا على الجانب الإعلامي وهو الحواري خلال البرامج التلفزيونية وأيضا كيف نعمل ترويج وكيف نكسب تأييد الإعلامي لأي موضوع نحن نطرحه سواء كان بتقرير صحفي أو كان بتقرير تلفزيوني أو ببرنامج تلفزيوني لكن تحدثنا عن الجميع اليوم أتحدث مع حضرتك وأنت لك رصيد كبير بمجال كتابة التقرير الاستقصائية وإنتاج تقرير الاستقصائية مهمة وأثرت وغيرت في الرأي العام نتحدث عن تجربتك وكيف رح تعكسيها على المشاركين يسعدك يا ربي اليوم إحنا يمكن هلأ بعصر يمكن دائما بقول أنه التحية الاستقصائية لازم ياخد دوره بالإعلام أكتر من أي شيء تاني اليوم الخبر مبطل كتير مخبة يعني مع السوشال ميديا ومع الانفتاح الموجود بطل مهمة الصحفي بس يوصل خبر للناس لازم تبحش شوي وتطلع حقائق ما وراء الخبر ما وراء الخبر بالضبط وتقدر تشتغل على تنزل لتحت دايما نحنا بقول الصحفي العادي هو اللي بيعطي الأخبار السطحية بس الصحفي الاستقصائي هو اللي بنزل لتحت وبالأعماق وبيطلع لك اللي تحت اللي ما حدا شايفه في قضايا كتير يمكن هلأ كمان لازم ينشغل عليها إذا نحنا في مبسي دايما بنقول إنه الدورة التدريبية بنعملها بناء على إلها خصوصية على المشاركين اللي بيكونوا معانا وهي بتتصمم بناء على احتياجاتهم لما شفنا الوضع لما المشاركين في اليمن قلنا لازم نحط تحقيق استقصائي لأنه هناك في كثير من الحقائق اللازم يشتغلوا عليها كيف يوضعوا فرضياتهم كيف يثبتوها يحللوها يقدروا يجمعوا الأدلة حولها ولاحقا كيف أنهم يقدروا يطلعوا هذا المنتج إن كان تلفزيوني أو مكتوب أو مسموع الشيء الجميل في مبسي إنه إحنا عندنا فروع في 16 دولة والتحقيق الاستقصائي يمكن لازم يكون عابر للحدود يعني أنا بتذكر كنت أشتغل على تحقيقات استقصائية نشوف قضية بتهم أكتر من دولة موجودة ويصير في تنصيق مع زملائنا جميل في هاي الدولة إنه رح يصير في ربط مع صحفيين من جميع الدول الموجودة وبالتالي يعني بتوقع إن شاء الله خلال الأشهر الجاي إنهم ينتجوا تحقيقات تعابرة الحدود يعني إحنا ستة زينة نتمنى لكم توفيق بهذه الدورة نتمنى يعني هذه الشراكة نحنا نفتخر فيها نعتز فيها شكراًا كتير ما بينكم بين شركة الابي أس وإيضا وقناة الأردن اليوم شكراً إليك وكل التوفيق وإن شاء الله دائماً تكونوا ذخر لكل الشباب الأردنيين وشباب العرب بأنهم دائماً يكون فيهم قدوة ويكون في هناك النخبة الإعلامية النخبة الصحفية لحتى إحنا دائماً نأخذ منهم الاستبوة والخطوات لحتى إحنا نبلش طريقنا شكراً جزيلاً لأسك Fishiot الإitage شكراً جزيلاً ً شكراً جزيلاً